طبعاً إحنا وصلنا لموضوع الخلاص وعن طريق الإيمان المقرون بالتوبة في شخص الرب يسوع ومن منا لا يشتاق إلى السماء وحياة السماء بس بحس أنه مرات إحنا بنجهل السماء فشوقنا شوي أكتر أسيس عشان ندرك إحنا وين رايحين وشوف السماء اللي بتحكي عنها كمقدم شيء ثلاث أيات بسرعة بيقول برسالة بطرس الثاني الأصحاح الثلاثة والآية 13 ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة أهم شيء فيها وملخصها مش كلها ذهب ولا آلئ وأنهر ويسكن فيها البر لأنه نحن بساوي خطيانا اختبرنا حياة الشر وأدخلنا الشر إلى هذا العالم لكن الشيء الرائع اللي بحب ألفط النظر إليه أخي المحبوب هو أنه الكتاب يخبرنا أكثر عن حالة رب السماء واختبارنا له وحالة المؤمنين في السماء أكثر مما يخبرنا عن المسكن الذي هو السماء وهذا أمر بديه يجب أن يشغل أفكارنا لو أحد أراد أن يتزوج واحدة وكل ما تسأله هذه العروس لهذا العريس كيف سيكون البيت والفرش واللون والذهب والسيارة والنوع يعني بتكون هذه الإنسانة مادية ومحدودة لكن هذه أسئلة مهمة لكن الأهم هو الحياة والعريس والعلاقة والشخص والتفكير والاحترام المتبادل وليس المسكن المادي بحد ذاته ويخبرنا بآيات قليلة بعض الأمور يجب أن تثير اهتمامنا مثلا بيقول بيحنى الأولى الثلاثة بيقول لأن انتظار الخليقة الخليقة منتظرة يتوقع باستعلان مش مجد السماء ولكن أبناء الله فالسماء هي نحن السماء بالنسبة لله هو هؤلاء الذين أحببتهم وافتديتهم بدم ابني سيأتون إلي عائلتي أولادي مش معناية السماء مش موجودة كمكان ورح نقرأ عنا بعد شوي لكن استعلان أولاد الله بدي أخبركم مين هن هؤلاء أولاد الله بيقول أيضا بكورنتوس 2-2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترعين ولم تسمع أذن وأنا هو مش عم بقرأ من كتاب ديني آخر البعض أخذ هذه الآيات وقالوا أن الله أنزلها بل كما هو مكتوب ما لم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطل على بالي إنسان ما أعده الله للذين يحبونه للذين يحبونه مش للذين عملوا الصالحات أكثر من السيئات وإلى آخره يحن الأولى 3-2 بقول أيها الأحباء الآن نحن الآن نحن بواقع لن نستطيع فهمه أو تصديقه نحن أولاد الله بعد فيه أكثر من هيك قال ولم يظهر بعد ماذا سنكون وكأن الله أعدلنا من المفاجآت ما يكفي إنه قلنا بس توقعوا وانتظروا ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله وقات إلى الأرض وافتدان وصار مثلنا حتى حين يظهر نكون مثله مش مثله في اللهوت أي آلهة ولكن مثله بمحبته وبفدائه وبخلاصه وبطهارته وبملكه قال كل ما هو للآب فهو لي ونحن وارثون لله الآب في المسيح فكل مجد المسيح سيشاركنا به مثل ما لنقل عريس ملك عظيم يمتلك من المجد والكرامة وأحب فتاة صبية فقيرة معدومة وقال لها حين تتزوجيني كل ملي فهو لك هذا لا يعني أنها أصبحت هي الملك ولكن أصبحت شريكة بأمجاد الملك لأننا سنراه كما هو وأنا بقول الإنسان اللي عم يعيش بهذه الحياة يصلي ويعمل أعمال ويعمل أشياء لأنه بده جواهر أكتر أو أمجاد أكتر في السماء هذا إنسان أناني ولم يختبر عمق العلاءة مع الله ومع المسيح ترك الشخص ترك الله ترك محبة الله واهتم بالأمور المادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر